نتيجة المعدلات التاريخية للتضخم في الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي وصلت يعني لزروتها 9.1% بشهر يونيو اضطر الاحتياط الفيدرالي أنه يعلي الفائدة الانترست ريت على الاقتراض بأمريكا وهي دي الخطوة كان إلى أثر كبير جدا على السوق العقاري والقروض العقارية ونسبة مبيعات المنازل في الولايات المتحدة الأمريكية لا لأنه الانترست أو الفائدة على القروض العقارية انت رحت تروح تشتري بات طلعت بشكل كبير جدا لو وصلت كمان للبيك تبعها لزروتها بشهر يونيو تقريبا بحدود الستة بالمئة ورجعت من هونيك نزلت شوية هلأ يعني بتلاقيها خمسة بالمئة خمسة فاصلة خمسة بالمئة يعني هلية ترى أنت عم تعمل خمسة عشر سنة ثلاثين سنة عم تعملوا فيكست ريت فاريبول ريت كله هيدا بيتغير يعني فهميكي بس بشكل عام اللي عم نشوفه نحن هلأ بناءا على أرقام كانت عم تطلع هيدا الأسبوع وبعد عم تطلع هيدا الأسبوع من هيدا الأرقام اللي انتو عم تشوفوها قدامكن كنا عم نشوف أنه السوق العقاري أو سوق الإسكان عم بيعاني من أشد انخفاض بمستوى المبيعات الهوم سيلس فيما يقارب العقدين من الزمن يعني بآخر عشرين سنة مش شايفين هيك مستويات انخفاض في معدل مبيعات المنازل في رئيس المتحدة الأمريكية وأيضا انخفاض وأرقام سيئة في عدد من المؤشرات الاقتصادية التي تتعلق بسوق العقارات في رئيس المتحدة الأمريكية ورح نستند بتقريرنا اليوم لبعض البيانات التي صدرت من الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين National Association of Realtors أيضا من الرابطة الوطنية لبنات المنازل National Association of Home Builders بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الاقتصادية التي تتابع السوق العقاري ورح نحاول أنا وياكم اليوم نجواب على السؤال الأهم هل دخل السوق العقاري والمنازل مرحلة الركود؟ تحياتنا لكم متابعينا ومشاهدين مقارنش الأخبار معكم حسين هاش المحلقة جديدة ومباشرة من برنامج شو فيه ما فيه من خلال رح نحاول نشوف آخر المستجدات المتعلقة بسوق العقارات والمنازل في الولايات المتحدة الأمريكية اللي كان هو عم بعاني بيئة الأشهر الماضية وخاصة بآخر ستة شهر نتيجة يعني الخطوات اللي عم يأخذها الاحتياط الفيدرالي خليني نوضح نقطة أكثر من شغلي هون أول شغلي بنا أعرفها أنه الخطوات الليأخذها الاحتياط الفيدرالي هو بده هيك يعني هايتي النتيجة اللي أجت هلع عم نشوفها نحن حالياً م having won na tiāji janağ للخطوات اللي يخذها الاحتياط الفيدرالي لأنه بده يبرد السوق العقاري اللي هو كان والعان نار السوق العقاري تالي شغلي بدنا نعرفها نحن من خلال المعلومات رح نسكرها اليوم هذه معلومات عم تتحدث عن أمريكا بشكل عام يعني عم تطلع على أمريكا كلها على الولايات كلها الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية ككل نحن ما عم نطلع على ولاية معينة أو منطقة معينة أو مدينة معينة يعني لحتى محد يجي قللي والله أنا عندي بالمدينة تبعي الأسعار بعدها مولعة ونار ورواء وعم ندفع أكتر من سعر البيت وهاكي ممكن أنا أكون بيديرهم بعدني عم بدفع يعني أكتر من سعر البيت أو صورة عم بدفع يعني كامل حقه للبيت بس في منطق مناطق تاني بريد المتحدة الأمريكية أسعار البيوت نزلت لحدود الـ 15% إذا مش أكتر تمام؟ فخليني وضع حوض النقطتين قبل من فوت بيعني التفاصيل هذا التقرير اللي نحن رح نحكي عنه اليوم رح نحاول من خلاله نجواب على السؤال طيب إذا بنطلع على أكتر من شغلي وأكتر من معدل لحتى نوصل للخلاصة اللي بنا إياها نحنا وإياكم أخوانا أول شي بنطلع عليه هو البيانات المتعلقة بمبيعات المنازل الموجودة أو مثل ما هني بيسموها الـ existing home sales data هذا الرقم كان عم بيبين أنه انخفاض بمبيعات المنازل الـ existing home sales من شهر يونيو إلى شهر جولاي نزلت 5.9% ونفس المدة هذه السنة إذا عم نقارنها من هذه السنة بهذه السنة نزلت 20.2% لتسجل سادس انخفاض بأسعار أو في مبيعات المنازل بناء على التقرير الذي صدر من الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين يعني هذه المرة السادسة على التوالي للشهر السادس على التوالي نسبة مبيعات المنازل في الولايات المتحدة الأمريكية عم تنزل 5.9% من شهر لشهر و20.2% من هذه السنة لهذه السنة أيضا مخزون المنازل اللي موجودة بالسوق ومنى من باعة كمان طلع لوصل هلا حاليا 1.31 مليون يعني فيه مليون و300 ألف وشي بيت موجودين للبيع في الولايات المتحدة الأمريكية هلا حاليا يعني هيدا الداتا أو هيدا البيانات هيدا المعلومات لنهاية شهر يوليو لنهاية شهر 7 تمام؟ هيدا الانخفاض اللي عم نحكي عنه بالستة شهر انخفاض الستة شهر بيعتبر الأسرع انخفاض منذ عام 2005 بناء على المؤسس الاقتصادية اللي اسمها Seeking Alpha هيدا الانخفاض الستة شهر The Decline هو يعني الأسرع انخفاض منذ عام 2005 طب خلينا نروح على داتا تانية تمام؟ الداتا التانية اللي بنتطلع عليها إخواننا هي اسمها متوسط المعدل الموسمي لمبيعات المنازل على مدى العقد الماضي The average seasonly adjusted rate of home sales over the past decade هيدا الرقم اخواننا نزل من حدود الستة فاصلة خمسة مليون تقريبا من شي نص من شي ستة شهر تقريبا لوصل الـ 4.81 مليون يعني 4.810.000 تمام؟ هيدا المعدل الوسطي والموسمي لمبيعات المنازل على مدارع العقد الماضي هيدا النزلة اللي نحنا عم نشوفها هلأ واللي انتم بيّنت قدامكم بالجرافة اللي حطينا لكم ياها إخواننا هيدا النزلة مش شايفينا نحنا من عام 2005 من عام 2005 عام 2005 شفنا مثل مسيل لإله وكمان شفنا مسيل لإله امتد هيدا الموضوع من عام 2006 إلى 2007 لوصلنا للـ housing recession market الذي صار بالـ 2008 فكمان هيدا المؤشر عم بحاول اربطه أنا بشياء تاريخية صارت طيب خلينا نكمل أنا وياكم أخواننا كمان فيه تقرير مهم جدا طلع من الـ National Association of Home Builders من الرابط الوطنية لبنات المنازل هاودي بعمره البيوت فاهمين كيف؟ عم بيتحدثوا عندهم مؤشر هنا عندهم مؤشر السوق العقاري الـ Housing Market Index هيدا الـ Housing Market Index مؤشر السوق العقاري تابعهم لرابط الوطنية لبنات المنازل نزل 6 نقط ليوصل للـ 49 هيدا الشهر وهيدا المرة التامنة على التوالي اللي بينزل صلوا 8 شهر هيدا المؤشر الاقتصادي عم بينزل عندهم هنه وإذا ما نجي نفهم لهيدا المؤشر الاقتصادي فيه ثلاث عناصر بقلبه هيدا المؤشر الاقتصادي هيدا المؤشر الاقتصادي هون بيكون يعني ما فيه لانه إيجابي ولانه سلبي اذا بتنزل تحت الـ 50 بيصير سلبي وإذا بتطلع فوق الـ 50 بيصير مؤشر إيجابي نحن هلأ أنزلنا فمن كيف لتحت الخمسين وهيدي المرة الأولى لهيدا المؤشر الاقتصادي للرابط الوطني لبنات المنازل بينزل تحت الخمسين منذ عام 2014 وبالتحديد منذ جون أو يونيو 2014 تمام؟ طيب شو هن العناصر اللي بتشكلوا لهيدا المؤشر الاقتصادي اللي نحن عم نحكي عنه في ثلاثة عناصر أول شي معدلات المبيع الحالية التي نزلت سبع نقاط أيضا من يعني نزلت من 64 إلى 57 كمؤشر اقتصادي أنا عم بحكي بس خليني يقولون أنه نزلت سبع نقاط بلا ما فوت أكتر بالتفاصيل توقعات المبيعات المنازل بالأشهر المقبلة للست أشهر المقبلة كمان نزلت نقطتين بهيدا المؤشر والباير ترافك حركة مشتري المنازل هودي اللي بيشتروا المنازل كمان نزلت خمس نقاط بناء على هيدا المؤشر الاقتصادي اللي نحن حكينا لكم عنه اللي هو منزل سلبي مصر سلبي منذ يونيو 2014 طيب أيضا ضمن هذا التقرير اللي صدرته أو أصدرته الرابطة الوطنية لبنات المنازل عم بيقولوا على الرغم من التكاليف العالي للأرض لللاند على الرغم من التكاليف العالي للعمالي للليبر على الرغم أيضا من التكاليف العالي لمواد البناء للماتيريال كل واحد من خمسة بنات المنازل هودي اللي بيعمروا لبيوت عم بيضطروا أنه يخففوا أو ينزلوا أو يخفضوا الأسعار اللي هني عم بيبنوها بمعدل يصل إلى 5% لأنه ما حدا عم يشتري بيوت لأنه ما حدا عم يشتري بيوت تمام؟ أبدا لما قلت أنا أنه أسوأ أو أشد انخفاض منذ ما يقارب العقدين من الزمن هذا هو التقرير الذي استندنا له من يهو فينانس هذا هو الذي استندنا له من يهو فينانس أكيد نضع قدامكم المصادر ولكن لأنه أنا أعرف هذا موضوع دائما فيه أشخاص يحبون شكركوا بالمعلومات فتضعوا المعلومة قدامهم ولكن يظل فيه أشخاص يحبون شكركوا بالمعلومات بس نحن نعطي المعلومة ومنسللنا للمصدر أكيد طيب نكمل فيما يتعلق بمثل ما بتعرفوا أنتو كمان فيه أكثر من مؤشر نحن نطلع عليه واحدة من المؤشرات هي كم واحد عم بقدم أنه على قرض عقاري المورجج أبليكيشنز كم واحد عم بيروح وأكشلي عم بيعبّل أبليكيشن الطلب لحتى يحصل على القرض عقاري لأنه هدا بيقشر أنه هدا بروح يشتري بات مش رح تروح أنت تقدم على مورجج وما بدكش تشتري بات مظبوطة ولا لا تمام؟ طيب كمان شو عم بيصير بهيدي الشغلة؟ مورجج ديماند كمان هيدا التقرير من CNBC مورجج ديماند مورجج ديماند الطلب على القرض العقارية هو الأسوأ منذ 22 عام من 22 سنة مش نازل هالقدة طلبات على القرض العقارية الجديدة خلينا نحكي بالتفاصيل إذا نحن نطلع على طلبات القرض العقاري المجموع العامي طلبات القرض العقاري لهيدا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي خفدت 2% بس من أسبوع لأسبوع من أسبوع لأسبوع بناء على جمعية المصرفيين للرهن العقاري مورجج بانكبانكر اسوسياشن وهيدا بشكل موسمي هني بيداندو يرقبولا هيدا الموضوع وكما ذكرت لكم بهيدا الخبر اللي طلع هي الأسوأ منذ عام 2000 الطلب على القرض العقارية هو الأسوأ منذ عام 2000 تمام لا نكمل أيضا الطلبات على القرض العقارية بشكل عام انخفضت 1% لهذا الأسبوع و 18% إذا نحن عم نقارنها بهديك السنة يعني بنفس الفترة هذه السنة بهذه السنة انخفضت 18% تمام؟ طيب أيضا هناك جمعية غير ربحية تشمل تحت لواءة أكثر من ألف شركة خاصة وعامة اسمه هي الكونفرنس بورد مجلس المؤتمر هيدا عندهم مؤشر سنوي مؤشر اقتصادي أساسي سنوي هني بيتابعوا من خلاله بيتابعوا السوق العقاري والاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية هيدا المؤشر الاقتصادي الأساسي تبعهم لا الكونفرنس بورد هيدا السنة سفر سفر بالمئة سفر بالمئة سفر بالمئة هني نصدر من 1960 بيتطلعوا على الاقتصاد الأمريكي مؤسسة سيكن ألفة عم بتقول هيدا المؤشر الاقتصادي تبع الكونفرنس بورد إذا بينزل تحت السفر إذا بيصير negative إذا بيصير سلبي هيدا بيكون للمرة بس للتلتعش من عام 1960 بيصير هيدا الموضوع وستة وستين بالمئة من المرات اللي بينزل هيدا الموضوع ويصير سلبي بيصير فيه ركود اقتصادي بالولايات المتحدة الأمريكية هيدا المعلومات اللي احنا قدمناها بدي انا اخد انا بدي اجيب على جواب بدي انا سألت سؤال بدي اجيب على السؤال اللي سألته انا وياكم اليوم نحنا بأول الحلقة سألنا هل دخل السوق العقاري والمنازل مرحلة الركود الاقتصادي انا بدي استند لأصحاب ولا يعني الخبرة في هذا الموضوع مين أحلى من انه نحنا نستند لألون غير العقاريين الوسطاء العقاريين ما اقولي يعني وسيد عقاري ريال ستايت ايجنت يجي يقلك الماركت خربانة ما هو بدي يبيع مزبوط ولا لا تما لما بيجي كبير الاقتصاديين في الرابط الوطني للوسطاء العقاريين نحن نعاني حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية من ركود في السوق العقاري وخاصة فيما يتعلق بانخفاض مبيعات المنازل وأيضا بناء المنازل الجديدة هيدا مين كبير الاقتصاديين بالNAR بالNational Association of Realtors خليني نفرشيكم بعض على Graph حتى ما كتر لكم كتير معلومات وضيعكم نتطلع بعض على وهذا نسبة مبيعات المنازل من سنة لسنة قداش تغيرت بشمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية نازلة مبيعات المنازل 16.2% بمنطقة المدوست بأمريكا إذا نحن نقارن يوليو 2022 بيوليو 2021 نازلة مبيعات المنازل 14.4% بجنوب الولايات المتحدة الأمريكية نازلة مبيعات المنازل 16.6% وفي غرب الولايات المتحدة الأمريكية نازلة مبيعات المنازل 30.4% يعني كل المناطق بالولايات المتحدة الأمريكية نسبة مبيعات المنازل نازلة ما بين الـ 14% لـ 30% أحدا بيجي فيه كذب هايدي البيانات وهيدي الداتا خصوصا من الـ National Association of Reuters اللي هني بدون يبيعوا منازل بدون يبيعوا بيوت نعم أسعار المنازل بعدها مرتفعة بأمريكا لأنه وصلت لمعدلات تتخم كتير كبيرة يعني احنا خلال جائحة كورونا نتيجة يعني العرض اللي هو كان منخفض والطلب الكبير طلقت أسعار المنازل بشكل كبير جدا وبالتالي اللي عم بيصير هلأ نحنا عمنا شغلتان أول شي عم بيصير تصحيح في السوق العقاري لحتى تتصحح أسعار المنازل وترجع لمستوياتها الطبيعية وتاني الشي اللي عم بيصير في بعض المناطق في الولايات المتحدة الأمريكية مش كل المناطق إلى حد الآن على الأقل إلى حد الآن في بعض المناطق في الولايات المتحدة الأمريكية هو انخفاض في أسعار المنازل بنسبة تتراوح ما بين الـ 5% إلى الـ 15% في بعض المناطق لحتى ما واحد يطلع يقول لي أنا عندي بالمدينة طالع بس بأمريكا كلها صار فيه تصحيح بالسوق العقاري أنا شفت فيديو كتير حلو عجبني على تيك تاك لريل ستايت ايجنت بكاليفورنيا حطت فيديو عم بتقارن هديك السنة open house بتعرفوا انتو في بعض البيوتو بيعملو له open house مثل النهار بيحد يدو بيقولوا نحنا السبت من الساعة for example كذا لكذا فيكن تجو تشوفوا البيت وتعطوا عروض للبيت عم بتقارن هديك السنة بهدي السنة هديك السنة كانت يجو يتنمروا على الـ buyers وكون في شي خمسين buyer وهيدي السنة بيعملوا open house وإذا طلعلك واحد بيكونوا مكيفين فيك تمام؟ طيب خليني أوصل لآخر شي عاطيكم نصايح بشكل عام لأنه دايما عم تسألوني عن نصايح لما واحد بدي يروح يشتري بيت هلأ حاليا إخوانا بدي ياكن تنتبهوا على أكثر من شغل أول شغلي بدي ياكن السعر اللي هني حاطينه ما تعطوونيه ما تعطوونيه تفاوضوا على السعر لأنه صار فيه شي اسمه buyer market هلأ السوق قلب من سوق بيفضل البائع لسوق بيفضل المشتري وبالتالي أنت صار عندك مساحة للتفاوض على السعر هذي أول شغلي تاني شغلي لما بتروح أنت بدك تجيب قرد عقارة ما تروح على مكان واحد فقط وخلص شما بيقولولك تمشي فيه روح على اثنان وثلاث محلات يعني لاتسي أنت روحت عن بانك معين روح عن بانك تاني أو بانك تالي لاتسي أنت روحت عن شركة خاصة شركة مورجيجز خاصة روح عن شركتان وثلاث شرك وعمال شابينج نحنا بنسميه تسوق لحتى تلاقي أول شي بدك تنتبهلي على قصة الريت على قصة الانترست ريت معدل الفائدي وتاني الشي قديش عم بيشارجوك انت كاست قديش الكلفة اللي عم بيشارجوك إياها لحتى انت يعملو لك هيدا اللون هيدا مش كتير أشخاص بيقولو لكم عنا بايداوي تالت شي نحنا كتير هودي اللي بيشتغلوا باللونز بيقولو لكم روحوا عملو هذا أمر مش سلبي يعني بيقولو لكم عملو 15 سنة او 30 سنة حسب انه انتو ازا قدرين تعملو 15 سنة او لا لانه يجري لخمسة عشر سنة افضل من 30 سنة بس بدي اياكن تسألوهن عن شي اسمو ايري اير ام accommodation bil gibt ومش حيلا Network adjustable Conversation ايفر لانه الارم responsive يعني لЧنة احنا هلق عم نجيب يمكن يمكن 5.3 او 5.4م هلقا هلى على 30 سنة الارم فيك تجيبو اتليست يعني وقعب بالمية اقل بس make sure ما تجيبو الارب يتصبوا الريت دغري يعمل ادجست دغري هلا او بعد سنة لا بدك ترقلك شوي لانو الانترست ريت بضلية تطلع عملو يكون اي ار ام اتليست لسبع سنين او عشر سنين متوفر وبعدين لاتس سي تغير الانترست ريت تعملو ريفايننس انت يا معلم بتكون انت شو دفعت انترست ريت اخف وبعدين عملتلو شو؟ عملتلو ريفايننس لما نزل اكتر واخر الشغلي بدي ايها منكم لما انتو راحين تشتروا بيت ما تتخلو عن الكنتنجنسيز شو معناتها ما تتخلو عن الكنتنجنسيز؟ ما تعطو للي عم بيبيع البيت انو ازا اجا البنك وخمنوا للبيت وطلع سعره اقل من ما انا عطيك افر انا بتفعلك يوم ما تعملوا هذه الشغلة خلاص خلصت هايدي والشغلة التانية اللي ما تعملوها الانسبكشن تبع البيت اعملوها ما تتخلو عنها لهيدي الانسبكشن لانو انت العين اللي بتشوفه مش لما بتجيب انت انسبكتر لحتى يشوف لك شو فيه بقلبه والبيت ان كان ما يتعلق بالفاونداشن او بالروفينج او بالقصص البيت تمام؟ اللهم اني قبلغت انا بعرف هيدا الموضوع لما انا بتحدث بهيدي الشفافية في بعض يعني الاشخاص خاصة انو بيشتغلوا بالكرود الاقارية وبالسوق الاقاري بيزعلوا بس كمان نحن علينا مسئولية فلمان كيف؟ حتى لو الحق لم يترك لي صاحبا انا مبسوط بس انا طول ما انو راضي ضميري وعم بطلع اعطي المعلومات الصحيحة والشفافة والصادقة الصادقة للمتابعين بالتبعنا بقناتشو الاخبار انا بنام مرتاح بالليل هيدا المعلومات مية بالمية مزبوطة عطيناكم المصادر وعطيناكم وكالات الانباء اللي تحدثت عن هيدا الموضوع وبيرجع الموضوع لقلكن انتو اذا بتمشوا بهيدا المعلومات ولا ما بتمشوا فيها بتصدقوها ولا ما بتصدقوها انا علي اعمال شغلي هيدا كانت معلوماتنا اليوم بدي منكن بس خدمة انا ولا مرة طالب منكن شغلي نحنا الصفحة تبعنا عم تتعرض لكتير تبلغات صراحة على فيسبوك بالتحديد يعني انا مش كتير بحكي بهذا الموضوع ولا مرة حكيت فيه هذا الموضوع بس للأسف الشديد صفحتنا على قناة شو الاخبار على فيسبوك عم تتعرض لكتير تبلغات من اشخاص حاقدين نم نعرفون نحنا صراحة عم بتأثر سلبا على الصفحة وعلى مين عم بيوصلوا الاشعار لما نحنا نطلع لايف بدنا منكن تدعمونا يجيلي هيدا التبلغات ما بيكون الى أثر إذا الصفحة فيه الى دعم كيف الدعم يعني من خلال المتابعة من خلال التفاعل من خلال اللايكس من خلال الكومنس من خلال الشيرز من خلال التاجز فلأول مرة بدي اطلب منكن ان تدعموا هيدا الصفحة لحتى ما نخسرها صراحة شكرا لكم على الحسن المتابعة الى ان القاكم بحلقات مقبلي من هيدا البرنامج وبرامج اخرى كما اكن حسين هشم من قناة الاخبار عسى ان نلتقي في حلقات مقبلي اذا ضلت بالقناة اذا اردت الى اللقاء